رفعها كده اهو ممكن تتاجد سقع وممكن تتاجد شخنة ما كانش ينفع نيجي لندن لما ناكل حاجة عربية مصوا بتبز نبدأ رحلتنا لندن ونقول بسم الله فيه في القطر اوبشن جامت قوي طبعا عشان كورونا باركوت ده بيسمحلك ان انت تعمل وتطلب اكل لحد الكورش بداعك طبعا عشان كورونا والزمن الجميل اللي احنا فيه فهما بيحاولوا يقللون نسبة الناس اللي تتقابل مثلا في البور او في الكافيتيريا فاوبشن ان انت تبقى قاعد تعمل اسكان للكود يجي لك الاكل حد عندك لحد الكورسي ده حاجة حلو وصلنا لندن والجو يعني ايه ساعة حبتين بس النهاردة انا جاي عشان اتدفع جاي عشان اعمل جولة اكل الشارع في لندن وما ينفعش شراح ان انا اعمل الجولة دي لواحتي فانا جيت له واحد اكيل واحد طباخة علامي الشيف محمد عزيز الرجل الجميل ده لو انتوا فاكريين الله يسلامك يا باشا انا جاي لك النهاردة عشان جولة اكل الشارع في لندن الله عليك غالب والطلب رخيط بس في حاجة بس بسيطة خالص ايه ايه هنتعامل اه يعني هو فيه اماكن هنعرف نوصل هنتعامل يلا بنا يلا بس استنى يلا بنا اهيه ايه يا بيت لك ليلة ليلتين كرم المصريين كرم المصريين السوق ده فيه اكلات مختلفة من اماكن كتير وكمان فيه خضار وفكهة وفيه كل حاجة ولكن طبعا للأسف لزروف كورونا فيه حاجة كتير قفلة وفي نفس الوقت انت مينفعش تاكل جوا السوق تشتري الاستكوزة من هنا من الحوضة اهي حية وهو يقطعها هناك وتخوضها برا تاكلها نعم طيب اول حاجة هنجربها نهاردة هو السيفود السيفود هنا في الماركت فراش انت واقف شايف السمك قدامك كده كله فراش وعندهم شوية حاجات مختلفة هنجربها النهاردة اول حاجة الاستر زي ما انتم شايفين كده بتاخده زي ما هو المحارب يروح فتحها قدامك ومدها لك تاخدها انت تقصر عليها اللمونة وتروح رفعها كده ها لا جندة الناس اللي بتحب الجندفلي وام الخلول هو ده بالضبط بس على كبير يعني بتاخد كمية كبيرة بصو زي ما كريم قال الجندفلي كبيرة الجندفلي كبيرة او مدي على ام الخلول اكتر بس اختراع اللمون معاها نقطتين اللمون خلوها يعني خلوها غريبة الناس ان متحبش الكوارع مش هتحب الكلام ده ان هو ملازلز من جوه نفس لازلزة الكوارع هي ملازلزة شوية بس مش اللازلزة اللي هي الديقة تاني حاجة هنجربها هو انفد البحر انا صراحة يعني ما مش متخيل ريحته ريحته في زي الجندفلي باردو والحاجات دي غالبا هو من نفس العائلة ده بقى نجيب معلقة وناكله بيها هو قال لي طعمه قريب من طعم الكابوريا هو ملمسه اصلا يعني سايب في نفسه خالص تحس ان هو جيلي مش قادر احدد صراحة مش قادر احدد هل هو حالو ولا لا هو راجع لي حاجة من الاتنين يا ام هي اجابك قوي يا ام هتكره قوي فانتدي له محاولة تانية فيها هنت كده من طعم السلمون المدخن هو برضو من يعني نفس عائلة وطعم الجندفلي والحاجات دي يعني الناس اللي ما متحبش الحاجات دي مش هي اجابها بصراحة حبيت الاتنين بس يا دي تحسها طعمها مسكر انما دي تحس فيها بتعمل او الحاجة طازة تطلع من البحر حالا بس انا بالنسبالي عادي يعني شغال من الحاجات المشهورة جدا في انجلترا او عندما يعني يتقال على الاكل في انجلترا هي الباي دي الباي الباي عبارة عن مخبوزات ولكن جواها لحمة فراخ خضروات حسب بقى الحاجة اللي انت بتحبها بتجيبها فمن الحاجة المشهورة جدا جدا في انجلترا هي الباي يقول لك باي يقول لك يا كريم باي طبعا الفيكة من احنا يعني وقفين في الشارع بناكل فالتقطيع والحاجات دي صعبة مش سهلة بي بقى الباي من جوا بقى فراخ ومشرو النوع من انواع المشرو الباي بقى دي معمولة ازاي بص معايا كده بيه العجينة اللي من تحت دي عجينة مصمطة عجينة اسيا سنة ما هي لزاي الباسكوت بس حاجة قرية يقول بسم الله هي ممكن تتاكل سقع وممكن تتاكل سخنة انا ككريم بحبها سخنة ولكن المكاني احنا جدنا منه كان ساقع ما عندهمش مكانين يسخروا فيه بس هي حلوة يعني كم ما بعتبرهاش وكبة ولكن حاجة كده في وسط اليوم سناك لكنك عامل سندوتش فراخ ده من الاكل الانجليزي اصلا بببقاش فيه يعني ما بكونش نكحة كتيرة او ما بتحسش فيه ان فيه انفجار بس دي معمولة صح بيعتمدوا على الاعشاب اكتر مش التوابط ده لو استخدموها انا هفضل اكلها سخنة زي ما انت هتحبها بس كساقعة مش مدايقاني بصراحة دلوقتي جينا شارع اج والرود او زي ما بيقولوا عليه الشارع العرب ما كانش ينفع نيجي لندن ونعمل جولة اكل الشوارع غير لما ناكل حاجة عربية الشواربا احلى سندوتش الشوارب الله طبعا الوجل ده عايش في لندن فهو متاعض على الحاجات دي او ده فراخ ولا لحمة الاستاذ با او صحيح انا عرب ده وقت فالناس اللي عايشة في لندن ورئيما من لندن او يعني الحاجات دي بالنسبة لهم عادي بيلاقوها كتير فصلا ان الشارع العرب ده ما شاء الله يعني مليان محلات عربي اعتقد يعني ايه اكل عربية انت متخيلها هتلاقيها هنا في الشارع ده اه اه انت عشان في لندن تقول له يا عم خلاص بزيت بس اندوتش الحنين بس اندوتش اللي بيرجعك لبلدك هم بكرهم قوي في الورق بصراحة مم ورقهم كتير اه الحمد الله على السلامة الشوارمة طبعا اه شوارمة سوري مش مصري ايه الاخبار ايه مش فاضي صح? امم عند ورق اه اجتماع امم تقريبا حتة اللحمة جوها حتة الشرمة متشرحها اقطع تخينة شوية فتحس بها بالعدة كده عارف لطيفة بتدي لك احساس حلوة طب انت كواحد عربي اه قاعد في لندن بتيجي بقى شارع العرب قديه شارع العرب موجود في سنترل لندن في المنطقة وسط البلد يعني امم فلما بتطلب معاك مسلا فصحة ولا بتاعه لنفسك في اكل عربي اللي هو اللي هو انت مش تعرف تعمله في البيت هتيجي هنا او مسلا بالذات لما يبقى جاي لك حد يزورك ولا بتاع فبرضو لازم ايه لازم تروأ معا الكلام اه لازم ايه اللي هو تمسي عليه برضو اللي هو تعالى قد عملت فيديو كامل على شارع العرب في منشستر خشت فراغ عليه بس ممكن ان شاء الله بقى لما دينا تفتح لندينا دلوقتي قفلة وكل المحلات قفلة يعني زي ما انتم شايفين كده احنا بناقى في عربية لبقى نيجي نعمل فيديو عن شارع العرب في لندن ممكن ننخلص الشوارمة ونشوف ايه تانى في الشوارع العرب طب احنا بالوقتي انا شايف ايه انا ان احنا محتاجين ندخل برجر جامد في الموضوع يعني انا نفسي في برجر صراحة ايه بقى اجمد برجر هنا في المنطقة في المنطقة هنا اه اه لا مش عارف ما تيجي نسأل ايه حاجه حب ما في راجل في راجل هنا ها استنى اه أه انسى مي ها بارك أه انا جاي معاكم اركب باش اركب فضل باش فضل باش لكم املي بس سوف تأكلون برجر اليوم أيوه هو البرجر هو البرجر هوا البرجر لي هو هاد البرجر يس هوا هاد البرجر ثلاثة 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 يجب أن يكون كل واحد يقول الإنسان كيف يكون في البرعادة كبير شكرا يطان شكرا شكرا شاهدت وجيه عندما وقفتني في السيارة شاهدت وجيه الآن شاهدت وجيه بعد الأكل مجرد هي بطاطس ما هي بطاطس أظن أنه قبل أنت بطاطس عليها رازمري بحطه بطاطس بقيدة عن رازمري والفليورين والفليورين هي نفس الروزمري على بطاطس هنه مكتوب أريغوالد هذا البالجر العادية طبيعية نبدأ بالمفاجأ أو بالعادي نبدأ بالعادي بطاطس 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 بسم الله الرحمن الرحمن بطاطس الحمد لله أعلم يا مان أعلمي يا أخوان صحتين وعافية هذا برغر جميل وممتع انت جميل لقلبك البرغر الثاني هو الصادم الصدمة هنا كان لازم نتدخل هيا البرغر الجاي أرسى بجيبك هناك شرطة جاي نهربوا لك شاردع فضلوا معنا والله يتفضلوا معنا والله يمسون فحص كورونا مبارح واليوم نتيجة لما سألنا ما هو البرغر هو لحمة لحمة عجل البرغر في كل مكان في العالم وهو من لحمة العجل هناك أماكن تحاولوا برغر من لحمة حبيب الجلب الخروفة لكن الخروف ليس للبرغر هذا المكان تفوق على نفسه وعرف يعمل المعادلة الصحة وطلع لك برغر خروف زاكي برغر اللحم العادية تضع عليها تشدر خضار أشياء طبيعية لما تضع لحمة خروف برغر لحمة خروف أول مرة برغر لحمة خروف ده حياة جديدة اللون غريب والحياة غريبة والحياة غريبة وعلم غريب لحمة الخروف بالبقيلها الحينة والخضار المجلية والجبن المالحة كوسة مجلة ناجس أطلعك حبة فلافل في وسط البن أنا أنصح أن تأكلوا البداية في الشرع هذا محتاج بانيوم برغر ها 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 كوسة بتنجان مجلة يضعون البتنجان المجلة في البرغر لأنك عملت معنا هذا الوجب والكلام الحلو والمفاجئة لأنني عندما عرفت أننا نتقابل رحت معدي على مكان قريب إلى قلبك وقلبه وقلبي أه افتح شلت العربية اللي عرفني قويس عرف أن أنا بعشاء الدونت فمكانش ينفع أجي لندن إلا أجرب المكان ده بريد أهد ده واحد من أحسن الأماكن اللي بتعمل دونتس في إنجلترا هو مش أحسن واحد بس جامد فلازم أني جيب منه هذا كأس العالم نعم هذا كأس العالم لا انتم مش عارفين اش فيه جوا هون الناس مش متخيل انه هذا بوكس معمول من الورق وفيه جوا اش لا 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 في تفاصيل بوه اش اللي جوا هدا تفاصيل يعني مش عادية خش عليا خش عليا خش عليا يا اخوان هذا المكان هو بوجهة نظري شخصية بعمل ازكا دونت في كوكب الارض هذا مخبز عظيم و بعمل حلويات رهيبة والاكلنا عنده بارجر عظيم و بعمل بارجر رهيبة الخبز يتاعت هداك المكان من وين بجيبوها؟ من هذا المخبز سبحان الله سبحان الله لما تجتمع العظم على العظم العظم على العظم بصوا بتبز وصلها ليها وطلعها من برد يا ويلي علي اعظم شيء في العالم اعظم شيء في العالم شوف انت بلاحظ انه الدونت المحشية بالعادي انت بتقعد تاكل ثلاثة يامع بما توصل للحشوة هاي انت بتهرب من الحشوة اللي فيها تطلع الحشوة بتطلع منها دونت خارج عن السيطرة يا جماع انا ما دوقتش حاجة زيه في حياتي والله العظم عالف مبروك عالف اللي بوصل له هاد الشعور اللي انا ما اكلش ايش زيه في حياتي ايش تقول له انجاز مبروك ايش جديد اصار معاه في الدنيا والله الحمد لله صراحة ما خانش فيه يعني اي طريقة ولا اجمل ولا ارواع لننهي بيها هذا الفيديو الحمد لله والله يا صحيح على هذه الدونت ومع هذا الرجل وهذا الرجل عباد انت ملحقت ناس من الاول ما حسا ما نخلص نروح علي احنا نكمل في البيت نكمل النهاردة وبكرة بعد احنا شكرا بيكون الفيديو عابكم شوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي شكرا لباسل شكرا لمحمد عزيز شوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي السلام عليكم ايوة لا 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 هلو تست تست والله اهلان شباب يا ولكم يا ولكم يا ولكم يا اهلان يا اهلان يا اهلان يا اهلان احنا دفين اهيا الدنيا وتسخنت كده ايوة انجاز الحلقة هذه الانجازات تعطي انجازات دي اه انجازات دي